السلام عليكم البنات ومرحبا بكم معايا فيديو جديد من أنكم تكونوا كلكم باخر وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم البنات رجعت لكم بروتين جديد وطلبية جديدة وكمون جديدة بما أننا على أبواب عيد موليد النبوي الشاريف كيكونوا مطلوبين هاد الحلويات بكترة حلويات دوازتي كيكونوا مطلوبين عند الكليين دي ولي وبغيت نشاركها معاكم حلوان اللي اقتصادية وكتجي رائعة بزاف لا في شكل ولا في المدق كتجيه شيشة كتدب في الفم حلوة غيب مئتين وخمسين جرام ديال الزداء غادي نخرج ثلاثة كيلو ديال الحلوة ثلاثة ديال الشكالات لحلوة ضغية كتوجد قل من زج ديال السويع كتوجدو هاد الحلوة كتجي رائعة بزاف لا في شكل ولا في المدق وبغيت نشاركها معاكم باش حتى انتم ما تجربوها لوليداتكم او الكليين ديالكم حلوة اللي كتجي زوينة بزاف نتمنى الفيديو ديال يوم يعجبكم ونتمنى باش تعاونوني بلاي لايك وتبرتجي والفيديو مع الاهل والاصدقاء وما تنسوش لكنت هدي اول زيارة ليكم للقناة شتركوا وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم كل ما هو جديد من عندي ان شاء الله وما تنسوش كملوا الفيديو حتى الاخر باش شوفوا معايا جميع المراحيل باش غادي نخدم هاد الحلوة والتمن باش كنخرجها ندين ان الدعوات ق zone 1 neces � national Done سالسليك للمقادير بسم الله على بركت الله هيا في المقادير لدي 250 غرام ديال الزبدة مارغارين عمراجعين نوعية كتبت لتوفرة عندكم الملحلة زبدة مع زبدة تقدروا تتخدموا بها تتخدموا بزبدة ذيال البواضا مثthanك او زبدة سندرال مث Lin rook هلندي 250 غرام ديال الامارغارين استعمل قصير 3 بيضات الى كان عندكم البيض كبير تستعملوا غيزوش ذيالبيضات انا هنا كان عند البيض صغير استعملت 3 بيضات عندي زوج كيسان ذيال زيت نباتية معبورين بالكاس ذيال العنبه عند كاسونس يتسكر حبيبات وعبرتوا بالكاس ذيال العنبه وعند واحد القبيسة ديال الملحة عندي كاس ديال العنبة ديال النشاء او الميزينة وعندي واحد الياغورت بالنكهاء ديال الفاني وعندي الفاني قادي نستعمل واحد رسم علقة ديال الفاني عندي واحد الخمارة حمراء من فئة 8 جرام وعندي الدقيق على حساب الخاليط بالنسبة للدقيق تكون نوعية مزيانة او يكون دقيق مغربل شحال ما استعملته نوعية مزيانة ديال الدقيق او الفانينا كتجيكم الحلوة زوينة ولا اي حاجة صوبتوها كتجيكم زوينة عندي هنا يدقيق على حساب الخاليط صفي هدو هما المقادل اللي غادي نحتاج باش غادي نحضر معاكم هدو الحلوة ندوز هنا باش غادي نحضر معاكم الحلوة او نعجنها جبت هنا هدو القصرية غادي ندير فيها 250 جرام بديال زبدة مارغارين غادي نزيد عليها قبيسة ديال الملحة زد عليها صونس ديال السكر حوبايباة وزد واحد علق ديال الفاني وغادي نخدم زبدة مزيان مزيان مع السكر مع ديك الملحة خدم惜 الزيزчики خدمitives وزیز tidy زوج كيسان الزيت مع بورين بالكسد العنبة. نخدم الزيت مع الزبدة والسكر مزيان مزيان. ندخل الزيت مع المكونات اللي ضفت في الأول. نخدم ها غيب شوية لها الطريقة هذي. نخدمها مزيان مزيان. حتى يدخل ليدك الزيت مع السكر والزبدة. كما اشتوا معي حتى يرجع الخالي على شكل كريمة. هنايا غادي نزيد ثلاثة ديال البيضات. وغادي نخدم البيض مزيان مزيان حتى هو كندخله مزيان مع المكونات. هنايا ما تديروش البيض قبل الزيت دائما كدديرو زيت عاد ديرو البيض باش جيكم العجينة زوينة. هنايا كندخل ذاك البيض مزيان مزيان مع المكونات قاعد اللي درت في الأول غادي نزيد هنايا ضانون ديال الفاني. وغادي نخدموه مزيان مزيان على هالطريقة هادي كنخدموه بالكف ديال اللي يديالي كنخدم قاعد المكونات اللي ضفتهم. وغادي نزيد كس ديال نشا حتى هو كنخدموه مزيان مزيان كندخله على هالطريقة هادي. وغادي نبقى نزيد دقيق شوية بشوية. وغادي نزيد آآ خمار احمراء من فئة ثمينية جرام. بالنسبة للفارينة تكون نوعية مزيانة او تكون مغرب لاش حل ما استعملتونا وعيام زيانة ديال الفارينة. كتجيكم الحلوة زوينة. صافي مبعد من مدرة دقيق وخمارة حمراء مفئة ثمينية جرام. كان مقا نجمع العجينة ديالي. ما كان عجينهاش كم ما اشتو معايا. كان نضيف الدقيق وكان جمحها. ما كان عجينهاش. اللي عجنتو العجينة ديالكم ما غاديش تجيكم زوينة غيش جمعوها. صافي كان مقا صافي المصدر على هذه الطريقة هادي. كنضيف دقيق شوية بشوية. ما كان ديرش دقيق دفعة وحيدة. كتلا دخو screws خمارو الدقيق شوية بشوية. كتestone فارغل prue spike ديالكم. طريقة اللي ساهل ديال 기ني كم ما اشتو معايا. كان كان ضيف دقيق شوية بشوية. كان انه بداية طرية حتى نجمع العجينة ديالي. على هالطريقة هادي حتى نجمع العجينة التي عندي. العجينة ه pioneers لا يسنطرت ان تقسهوهاس كتخليوها طرية باش تجيكم هاد الحلوة هشيشة وزوينة كي ماشتوا معايا العجينة باقية طرية ما درتها شقها بزاف اه قسمت العجينة ديالي على ثلاثة باش غادي ندير بيها ثلاثة ديال شكيلات ديال الحلوة بالنسبة لهاد العجينة هادي خليتها غيب النكهة ديال الفاني درتها نايف سولو فان بالنسبة لهاد الشكل الثاني ديال الحلوة غادي نكهو بالفلو ديال الفريز ايه نكهة بغيتو تنكهو بيها تقدرو تستعملوها درت هنا ينكهة ديال الفريز فلو ديال الفريز وكان مقان نجمع ديال العجينة ديالي ما كان عجينهاش غي كندخل فيها داك الفلو كندخلو مزيان 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 حتى ندخلو فيها وغادي نديرها حتى هي في سولو فان ونخليها ترتاح فلو كيعطيها واحدة نكهة اللي رائعة بزاف فلو ديال الفريز كييجي في هاد الحلوة زوين بزاف بالنسبة لها ديال الحلوة غادي ندير له واحد زو جمعي القاتل ديال الفير ميسال شكلة فير ميسال وكان مقان ندخل فيها داك الفير ميسال مزيان مزيان على هاد طريقة هادي ما كان عجينهاش غي كان ندخل فيها داك شكلة ديال الفير ميسال سوف نجمعها في السلو فان باش غادي ندوز نشكل الحلوة ديالي طريقة اللي ساهلة كماشتوا معايا بالنسبة لنكهات اينكها كتبغيوها تقدرو تنكهو هاد العجينة هادي غادي ندوز هنا ينحضر معاكم الحلوة اللي درت فيها شكلات فيرميسال عندي هنا هاد سيليكون اللي على شكل وريضة انتوما اي سيليكون كان متوفر عندكم تقدرو تخدمو به انا عندي هادا خدمت به اللي على شكل وريضة كيجي في الحلوة زوين في هديك الحفيره في الوسط كان هز واحد الكيميه ديال العجين كان نحرب لها مبيل يدين ديالي وكان دياله هنا ايا في هاد الحفيرات اللي في سيليكون كان نضغط عليهم مزيان مزيان على هاد طريقة هدي كان نضغط على العجينة ديالي باش يخرج في هاداك الشكل اللي في سيليكون وما كان عمرش هاد الحفيرات حتى للفوق كان خلي واحد شوية فين غادي تطلح هاد الحلوة من دخلوها للفران غادي تطلع صافي كان نقام استمر على هاد طريقة هادي حتى نعمر هاد سيليكون كامل بالنسبة للفران راني شعلها من قبل بعد مسالية الحلوة ديالي هنا اياه غادي نطيب هاد السيليكون حتى يطيب عندي غي واحد ومن بعد غادي نكمل العجينة اللي باقيها لي كيما اشتوا معايا قلبت ذاك السيليكون في اللاطاو ودخلت هالفران على نار مهيلة حتى يطيب لي الحلوة ديالي يطيب ونحيد لها السيليكون ونخليها تتحمر ديالس هنا اياه باش غادي نحضر معاكم الشكل التاني ديال الحلوة اللي درس فيها الفلو ديال الفريز كيما اشتوا معايا قنحرب واحد الكوريات اللي كيكونوا متقادين وصغار ما كديروه مش كبار بزاف ما زال الحلوة ديالنا فيها ديال الخمارة غادي عدي زيت تطلع في الفران كندرها هنا اياه بسكور غلاسي سكور غلاسي اللي كيكون سبيزيال كم اشتوا معايا قندر لها وحد الكيميات ديالسوق غلاسي وكان حضرتها في اللاطا الي ندخلها لالفران بالنسبة للفرانه رائدينجي شاعل في اللون احمر وكان بقى نقطعهم بالموس وكان نزين بهم هاد الحلوة ديالي كندغط على هاد ليسوغيز كندغط عليهم زيان باش يلسقوا هاده مقام استمر على هاد طريقة هادي حتى نزين الحلوة ديالي بليسوغيز كنزينها كاملة وغادي ندخلها للفران على نار مهيلة بنسبة للفران اراد عندي شاعل غادي ندخلها الفوق في الفران على نار مهيلة حتى الطب نرى اللون ديالها تبدل ونهودها لتحت غيه تدهب ما تحمروش هاد الحلوة بزاف إلا حمرتوها بزاف ما غاديش يجي شكل ديالها زوين غيه تدهب باش جيكم زوينها هنا يمبعد مما طابت هاد الحلوة ديال السيليكون شدت راسها من تحت و تحمرت مع الجنب كنحيد لها هاد السيليكون ما زال هنا هاد الحلوة غادي رجحها للفران راها تحمرت غيل تحت و الفق ما زالها بقية بيضة رجع الحلوة ديالي للفران على نار مهيلة غيه تدهب ما تحمروهاش حتى هي هاد الحلوة ما تبغيش اللون ديالها يجي حمر بزاف غيه تدهبوها باش جيكم زوينها دس هنا يا باش غادي نحضر معاكم الشكل الثالث ديال الحلوة كان هز واحد شوية ديال العجين كي ما شتوا معايا وكان حربلو فوق من سطح العامل كان دير واحد الحربول ديال العجين وكان قنقطعو بالموس كان دير واحد صبيعات كان قطعو بالموس على هاد طريقة هادي كان قدهم ونحطوهم في اللاطة اللي غادي ندخلها للفران بالنسبة اللاطة مدهنتها متاشي حاجة الحلوة هنا يا عندي فيها زبدة بلا ما تدهنو اللاطة ديالكم كما شتوا معايا كان هز العجين كندير واحد الحربول على هاد طريقة هادي كان حربلو وكان قطعو بالموس كان دير واحد صبيعات اللي كيكونوا مقدن بالموس كان نحطو في اللاطة اللي غادي ندخلها للفران غادي نقام استمر على هاد طريقة هادي حتى نسالي العجينة لي عندي كاملة هنا اياً بعدما ذلي العجينة اللي عندي كاملة قطعتها بالموس ودرتها هنا يا في اللاطة غادي ندخلها للفران بالنسبة للفران راعد عندي شاعل غادي ندخل اللاطة ديالي الفوق في الفران على نار مهيلا حتى طيب هاد الحلوة الدهب مع الجنب وانهودها لتحت باش تتحمر وتكمل طيب ديالها المساعدة ً لن تجي محمرة يلاجت محمرة كثيرا هذا هو الشكل رائعة كثيرا هذا هو الشكل بعد ما طيبت الحلوة اللي قطعتها بالموس هذا هو الشكل بعد ما طيبتها وحمرتها هذا هو الشكل حتى هي زوينة كثيرا هذا هو الشكل دوبت الشكلت على حمام مائي هنا عندي شكلت غالة دوبتها لا زيت لحتى شي حاجة انا ستعمل غالة نوعية مزيانة درت لها شوية ديال كوكا وخلطهم على الشكلت مزيان مزيان وكنهز الحلوة ديالي نضعها في الشكلت وكن نقطرها مزيان بهذا الفرشيطة نقطرها نهود منها قاعدك الزيادة اللي تكون ديال الشكلت نضعها فوق من بلاستيكة باش الحلوة ديالي ما تلسقش ومينجين حيدها كتتقلع بسهولة سفي كنبقى على هالطريقة هذي كنهز الحلوة كنديرها هنايا في الشكلت اللي فيه كوكا وكونكاسي كتجي رائعة بزاف هذي الحلوة بالشكلت والكوكا وكونكاسي كتجي زوينة بزاف وكتشيه شيشة هذي الحلوة كتشي الدوب في الفم سفي كنقى مستمر على هالطريقة هذي من زي الحلوة اللي عندي كاملة بعد ما طيبت الحلوة اللي درتها في سيليكون هذي هده وشك النهائي ديالها كتجي غيم دهبة ما تحمروهاش بزاف حتي يفوت لها القياس يلا حمرتوها بزاف حتي فات لها القياس ما غاديش بقيبان ذاك شكلت فيرميسا اللي درت لها ما غاديش بقيبان كتحمروها غي كتدهب هنها يعندي شكلت دو بزوع لحمام مائي غيش شكلت كتدهب بوحده ما ضفت له لا زي ثلاثة شي حاجة كنقى نعمر ذاك الحفيرات اللي في هاد الحلوة هذي كنعمرهم بشكلت الأسود طريقة اللي سهلة كما اشتوا معايا غادي نعمر الحلوة ديالي كاملة ذاك الحفيرات اللي فيها غادي نعمرهم بهاد الشكلت هذي وغادي نرجع معاكم بشوفوا شكل نهائي بعد مساليتها هذا هو شكل ديالها رائعة هدا هو شكل ديالها تجي زوينا بزاف الحلوة اللي ديتها في شوكوود والكاو كاو كوم19 ديتها هنجها في الكيسات الحلوة ديال السيليكون هدا هو شكل ديالها كانت تجي بزاك وهنا ما يتحدث لا أعجب في هادة النور الظهراف فلو ديال الفريز كتجي زوينة بزاف نتمنى تجربوها وتعجبكم هاد الحلوة اقتصادية ما فيهاش كترة الخدمات كيماشتوا معايا ما فيهاش كترة المقادير غيب ميتين وخمسين قرام ديال الزبدة خرجت كتر من ثلاثة كيلو ديال الحلوة كتخرج واحد الكيمية اللي هي كتيرة تبارك الله وخرجت بها ثلاثة ديال شكيلات هادي هي الحلوة اللي غادي تنفعكم باش تخدموا اللي كليان ديالكم حلوة اقتصادية وكتجي زوينة لا في شكل ولا في الماضاق إلا جربتوها غادي تعجبكم بساف التمر باش كنخرج هاد الحلوة هادي كنخرجها بستين درهم للكيلو تمان جد مناسب نتمنى الفيديو ديال يوم يعجبكم وبسلام عليكم